أبل القرن العشرين كانت السمنة من الأمراض الندرة لكن سنة 1997 منظمة الصحة العالمية أعلنت السمنة كوباء عالمي حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية تجاوز عدد البالغين الزائدي الوزن في سن 18 سنة فأكتر مليار وتسعمية مليون شخص وأكتر من 600 مليون شخص منهم مصابين بالسمنة المفرطة معدل انتشار السمنة في العالم زاد بأكتر من الضعف من سنة 1980 لدلوقت وحاليا في 41 مليون طفل تحت سن 5 سنوات زائد الوزن أو مصاب بسمنة مفرطة أرقام خطيرة والأخطر أنها ما بقتش مرتبطة ببلدان غنية أو مرتفعة الدخل لأنها عيشة فرفاهية إنما نفس المشكلة بنفس المعدلات بتعاني منها البلاد الفقيرة ومحدودة الدخل أهلا بكم الحاجة اللي ممكن تخلق مجرم اللي ممكن تحول مصار إنسان من اتجاه لإنسان الاتجاه تاني اللي بتظل زي ما تقول شوكا في جسمه وفي عقل وفي وجدان كل بنا آدم هو التنمر التنمر خطر جدا يا جماعة والمتنمر واحد من أسوأ البشخصيات في الحياة عموما الشخص المتنمر اللي هو الشخص اللي دايما بيعيب على الآخرين بينتظر فيهم أخطاء والآخرين والتنمر أنواع وأشكال والآخرين بكل برانش في الطب على فكرة في حاجة دايما نحن نقف في التنمر ونقف نتكلم عنه لكن السمنة واحدة من أشهر صور التنمر وتصل السمنة مع المريض بتاعها إنه خلاص بقى بيبقى يعني زي ما يقوله استوى الرجل الشاب دا بيبقى طالع من هو طفل بتريقه عليه ويتنمره عليه ويسموه يعني فيه مثلا ممثلة مصرية مشهورة قوي مش مشهورة قوي يعني بس كانت في الوقت من الوقت كاسمها رفيعة هانم هم قالوا عليها رفيعة هانم بسموها كده رفيعة هانم دي عانت جدا اللي هي رقصة حياتها اللي هو عانت جدا بسبب وزنها وصلت لمرحلة إنه وزنها وصل درجة كبيرة جدا بس كلام ده في الستينات من القرن الماضي وخلاص قعدت ما بتشتغلش اللي هي عملت أطوار كتيرة حلوة في فيلم مشهور قوي اسمه سكر هانم بتاع العظيم عبد المنعم ببراهيم وكان معاه بقى ناس جميلة قوي يعني في الفيلم دوت كانت موجودة في الفيلم بدوها دور في الفيلم تختوخة كده بتخنت جدا سموها رفيعة هانم تنمر هم كانوا بتنمروا عليه في الوقت ده صحيح التنمر خطير جدا لأن التنمر بيخلي اسمش عافي يعيش خلاص التريقة النظرة حد اللي جايبين هنا مثلا في الفيلم ولد مش تخين قوي ولد تخين شوية خلاص هو بنعزل ويتسمى بقى يتسمى بقى اسمه معين لدرجة إنه لكم أن تتخيلوا مثلا أنه واحدة من الشخصيات الشهيرة اللي كتابها العبقر نبيل فاروق زمان من المغامرين الخمسة احنا الجيل بتاعنا بقى نمع على حيات دي كان اسمه تختخ محمود سالم آسف محمود سالم العبقر برضه محمود سالم العبقر برضه محمود سالم عمل حاجة اسمه المغامر الخمسة زمان كان البطل بتاع المغامر الخمسة اسمه توفيق طب صحابه كانوا مسامنوا ايه تختخ وفضل تختخ ده في وجداننا وكانت اعتقد انها ما كانتش مناسبة لان كان كل الناس اللي تخان كانوا يتقللهم فلان ده غلط كبير جد لكن هنعمل ايه الاطفال صعب التحكم فيها في الموضوع ده فنعمل ان حارب السمنة الاهل لازم يحاربوا سمنة وقوع تتنمر بابنك بقى ما يجيش تنمر من الاهل باش الواد رايح جاي يدخل البيت يلاقى ابوه بتريع عليه ويلاقى اخوه بتريع عليه ولقى والدته بتريع عليه ما يصحش ده بقى ده بقى الغلط الكبير طب نعمل ايه نقى في جنبه ودلوقتي الجراحات السنة اجمل حاجة بسمحها انهم كل شوية بيقدموها في دلوقتي الجراحات بتعمل في سنة مباكرة هنسأل نهاردة ضيف العزيز في هذه المنطقة المهمة جدا طبعا اسم متميز لغاية وقيمة علمية كبيرة بتبقى دايما حواري معاها في الدكتور شيء يدعو للسعادة ويدعو الى الكسير جدا من الحماس العلمي ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة السؤس دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة عن شمس المدير الواحدة في جراحات السمنة موسيش فوادي نيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة اهلا بك اهلا وسهلا انها هبدأ بالاطفال انت دلوقتي احكيني بقى يعني كده الاول مقدمتك الحلوة عن جراحة السمنة في الانج عضلت او الاطفال الاطفال طبعا من سن 11 سنة يمكنهم اجراء العملية بس يكونوا يزنهم طبعا زايد فوق الميت كيلو يعني بال يعني حاجة بسيطة يعني طبعا فيه مقيس تانية بالبرسانتايل والباديمس اندكس لكن احنا يعني يمكن كمجتمع عربي او يعني كمصريين احنا بنخاف على اطفالنا اصلا من اجراء اي نوع من العمليات لكن عايز اقول ان الاطفال مش بمنأة او مش بعيد خالص انهم يصابوا بنفس الامراض ازيان ما متفرقش يعني يعني الطفل اللي هو وزنه زيادة طبعا ده عنده مشاكل يمكن احنا شفناها في الفيلم القصير ده انه طفل معزول وخاف يندرك في المجتمع وعنده مشاكله النفسية ومشاكله الصحية برضه كمان يعني القسمنا مش هترحمه من السكر ومش هترحمه من الضغط ومش هترحمه من قطاع النفس اثناء النوم اللي هو قاعد طول الليل يشخر وما بنامش وطول اليوم طول النهار نايم في الفصل بتاعه او المدرسة بتاعته طبعا طول الوقت عايز يجبع بقى من نوم الحال اماليان دهون طول الوقت وعمال مش قادر ياخد نفسه وبالتالي في الاخر هو انسان بقى مريض فاحنا طبعا ما عندناش فرق خالص ما بين الامراض انها تصيب الطفل وتصيب الناس الكبيرة هو دي سمنة مفرطة يعني مالاش فطبعا انقاص الوزن حاجة مهمة جدا احنا طبعا ما بنعملش عملات كبيرة في الاطفال هي عملات زي تكميم المادة اللي احنا عارفين تماما انه العملات زي تحويل المسار بتقلل امتصاص بعض المينرالز والفايتمينز وده طبعا ممكن يؤثر على الطفل في كنموه هرموني او نموه عزام او نموه بصفة عامة يعني فبعد 11-12 سنة ممكن يعمل العملية طيب الطفل بقى اللي هو 13 سنة ولسه يعني قدرته المنتالي مش قادر يتواصل مع المجتمع او انه هو مش هيقدر يستغنم الطول دي انه هيقدر يحقق انت شايف ان الطفل فاهم اصلا يعني لا اجله شوية يعني وطبعا لازم المنتاليتي او حتى التواصل communication لازم تبيه assessed كجزء من المنظومة الطفل برضو اللي ما يعملش لو عندهوش صبورت عائلي يعني الاسرة انا مساها مش متحمسة لان هي تساعده لان الطفل اللي هو عمل عملية تكميم دي من ابسط العمليات هي لا تؤثر على الامتصاص اعمالية انت شلته جزء من المعدة صغارت حجم المعدة يعني فده معناه انه هو يعني لازم يحافظ شوية من السكريات من الشوكلتات من الايس كريم وده صعب جدا على الطفل عشان كده لازم يكون فيه دعم اسري يحافظ عليه شوية او انه هو يساعده في انه يتواصل ما بعد العملية او يحافظ على الوزن اللي نزله ما بعد العملية فهي عملية السمنة في الاطفال احنا بنختصرها الحاجات الثانية الافشنز تانية مش متاحة انت طفل مين اللي هتقعد تقوله اعمل نظام تغذية هو وزنه يعني كبير كسر 120 ولا 130 كيلو وعنده تقوص بالمفاصل يعني عضمه متني يعني خلاص تقوص يعني مش هادري اتحرج بتاعته مش ده اللي هيتابع نظام غزائي تعال بقى هات ركب بلون البلون هدي قبل 15-16 سنة المعدة لن تستوعبها حجمها ما بركبهاش طيب هنسيب الطفل بقى بالوزن ده لا يبقى ايزا عملية تكميم المعدة من العمليات المفيدة الامنة التي لا تؤثر على النمو على الاطلاق في الاطفال هنتقل من الاطفال لمن يريدون الاطفال تمام من يريدون الاطفال ده كيس قدامي يعني واحد بعيدتلي واحد و38 سنة ميجوز من 8 سنين من اكتر من 8 سنين حاول ينجب اكتر من مرة وكل مرة يروح يتقلق لازم تنزل وزنك ده راجل كمان على فكرة السؤال هنا يعني كثير من الناس تتفهم انه الست عندما يزيد وزنها هي لا تستطيع الانجاب لكن قليل من الناس مش متخيلة حجم زيادة الوزن تأثيره السلبي ايه على الانجاب بنسبة للذكور مفسهم لجودة الحياة المنو والله هما الاتنين يعني طبعا الزكور والاناس في نفس الدائرة يعني طبعا احنا ربما يكون الوزن عقبة في طريق الانجاب عند الرجال وعند النساء عند الرجال اكتر طبعا بيؤثر بالسلب على الصحة والقدرة الانجابية او القدرة الجنسية يعني طبعا لان هرمونات الدهون هي عقبة في طريقهم لان بتحول هرمونات الزكورة الى هرمونات اخرى عن سوية مش بس كده ده انت يعني يمكن شايف بقى ان في امراض مصاحبة للسمنة المفرطة قد تؤثر بالسلب على الانجاب والقدرة برضو والانجابية زي السكر انت يعني السكر ده ما هو حاجة مرتبطة بالسمنة المفرطة السمنة جابت لك السكر وبالتالي السكر برضو هي اثر على العصاب و هي اثر على الصحة الانجابية الناس اللي عندهم كلسول الزايد بسبب السمنة المفرطة و عندهم مركب دعمات وبتالي يدخل في يعني نفس في كفاءة القلب و ده نعكس برضو على الصحة الانجابية بصفة سورة يعني اقصد انه السمنة هي عائق امام الرجال في ناس تانية طبعا ده مش مشكلة بس كده يعني مش بسبب صعوبة للانتصاب او القدرة على الانجاب بسبب البطن اللي هي طول الوقت كبيرة وبندلس وسقطة يعني حتى ميكانيكا لي صعبة فيها صعوبة يعني ان انت تقدي حياتك او يعني الطبيعية يعني النمرة التانية عند السيدات عندهم تكاس مبيض والطرف هرمونات والمبيض يعني بيبقى في وضع اشبه بالمعطل يعني طيب احنا فيه سيدات بتنجب بالرغم من وزنها ربنا يوفاها طبعا احنا يعني لو دخلت قسرية دي بيبقى دكتور التغدير بيبقى بيحسب انفاسه في انه يولد سيدة وزنها كبير دكتور النس بقى طبعا فيه معاناة شديدة اثناء المتابعة وتخيل بقى ان حيك ده هيعمل قسرية في وزن كبير ده ان حصل حملة يعني فطبعا لا انصح تماما ان احنا نقصر في ان احنا ناخد الطريقة الفعالة في انقص الوزن عملية تكمين بالمنزار خلال تحت صغيرة قامت 12 ساعة في المستشف انت ليه تسيب نفسك للوزن الزايد انه يعطلك على الانجياب او يعطلك على يعني ان انت تمشي بشونة ادوية وانت بسين صغير انا يعني ممكن بشوف ناس والله ماكملت 40 سنة وبيعود في وضع العرف الوضع المرضي الحج بقى اللي خلاص اللي هو انتقل من مرحلة الشباب اللي هو المفروض يعيشوا في وضعه وبيتقلوا لحج او يحج اه وصل لمرحلة الحج بقى في فترة يعني هو مش بتاعته 40 سنة شباب يعني في لعبة كورا عندهم 40 سنة بلعب كورا على مستوى العالم طبعا زلطان ابراهام مفيدش ده عنده حجة ده عدل 40 وبيلحق الناس طبعا يعني طبعا لايفستيل مختلف شوية ووضع مختلف فاحنا يعني طبعا هو وعلى فكرة يعني هو مجموعة الامراض المرتبطة بالسمن المفرطة هي هي بتهزم الوضع السني يعني انت عندك 40 سنة انا كنت قاعد مع حد يمكن في العيادة بعود فرند اللي كده في ساعة طبعا بعود ااخد يعني تاريخ مرضي مفصل يعني فتلاقي السن فعلا صغير وفعلا مش ما عداش ال40 وتلاقي عنده الضغط وعنده السكر وعنده الكوليسترول العالي وده هون الكبت وياخد ادوان المفاصل ويقولك انا اصلا عندي ينزل قدروفي وعندي انا فعلا يعني بيبقى صعب عنا عليه جدا يعني كحاجة مش وضعك ده ومشاربين سنة ممكن انا امكان متحفظ في ان انا انقل نفس الصورة دي على السيدات تخيل انت الوضع ده الست بقى توصل لسه سننا صغير في التلاتينات والله العظيم بتبقى واضع الخمسينات والستينات يعني ليه كده هو ده السنة هي دي السنة اللي بتحبس الانسان اللي بتغير شكله اللي بتغير سنه اللي بتهزمه نفسيا انه يتوافق مع وضع سني مش بتاعه يعني السيدات وعلى فكرة بقى انا اقول لحك على معلومة يمكن السيدات اكثر عرضة للتنمر يعني الكلمة بتفرق معها جدا يعني يعني طبعا الستات حسين جدا للوزن وحسين جدا بتبقى فعلا ونسبة الاكتئاب مش وليلة خالص عن السيدات بسبب الوزن نسبة كبيرة جدا 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 وماشيين قريدة على anti-depressant باب البنت في 25 سنة وماشي على ادوية anti-depressant بتزود الوزن بتزود الوزن تلاقيها بقى زادت في الوزن نفسيتها غير مستقرة ويعني فيه اكتئاب شديد وتلاقيها ماشي على ادوية بتزود اصلا الوزن ما تنزل الوزن ما خلاص ناخد القرار لانقاس الوزن عملية في نص ساعة وبعدين ده حاجة سهلة جدا يعني يعني البنات الصغرين والاطفال الجراحات فيهم سهلة يعني ايه سهلة هو ده احسن واحد يدخل بنك هو ده سن صغير احسن واحد جدار بطنه ماليب يعني سهل ان انت تشتغل فيه بالمنظار احسن واحد دهونه فيه دهون كده بتبقى معلاش شيء رزيست لا دهون فعلا يعني صعبة وتلاقي الحركة في البطن صعبة من كتر الدهون يعني تخشبت في البطن فطبعا السن الصغير دول لا لسه يعني دول كويسين جدا في الجراح وعندهم قدرة ان هم يرجع لحياته في شغله في يوم او يومين الولد اللي هو عامل هو يعني بيترجم الوضع الواقع المزبوط اما تلاقي تعمل عملية بتلاقي الطفل الصغير اللي 11-13 سنة ده عايز روح 6-7 سنة عايز روح هو مش عايز يقوم في المستشفى لانه بيترجم الواقع اللي بيبقى كبير في السن متوقع المشكلة متوقع انا بقى هتقلم طب انا شوف طفلان طب انا عمل بيبقى متوقع الموضوع قبل فتلاقي الاطفال مختلفين خالص والسن صغير بيبقى كويس جدا نمرة كمان بقى استفادتهم من العملية كمان جلدهم رائع اعلى الجلد سليم ما بحصلوش طرقه يقدر يمارس رياضة انقاص وزن حرقه كويس جسمه لسه المتابوليك يعني المتابوليك اللي لسه اكتف وبيولوجيك اللي جميل ويتحرك ويروح بيدي الانسان زيال عربية كده بيمشي قدي ايه العربيات يقول لك العربية دي ماشي كذا الانسان زيالها على فكرة صحيح اه ماشي قدي ماشي خمس سبعتاشر سنة ماشي زي تعتبرها كده ماشي عشر تلاف كين ايوه الاجهزة بتكبر بشيخ اه عربية قوية طبعا ايجنج كونتشن في كل حاجة طبعا الحياة كلها ايجنج احنا كل هنا فانيين يعني فاحنا بنستفيد من العمليات دي في السن الصغير في الحاجات دي كلها انا انصح تماما ان احنا في اي سن نتعمل في العملية وتنزل وزنك من الضبوط احنا ليه ننتظر فالحد الامراض ما نتحكم فينا ويبقى فيه صعوبة اصلا في القصر يعني دي ترجع لوزن تلاقي عندك دعمات في القلب وعلى سكر ونقعد نحضر بقى والله عفية عينين بتاخد بالشهور تحضير نماشي على أدوية سيولة عشان القلب وماشي على أدوية السكر وماشي على أدوية الضغط ونقعد نزبط في الغدة الدرقية وأدوية اكتئاب وحاجات بنقعد فيها بالشهور وصدره نفسه مش قادر ياخد نفسه فبنقعد نحضر فيه كتير السينة صغير لا انت بتعمل عمليه فقط قصير ترجع الوقت للطبيعة فقط قصير جدا السؤال الجاي سؤال متعلق بالجايدلاينز يعني بالإيه جايدلاينز عشان بس الناس يبقى فهمنا اللي هي الإرشادات الناس الاتفقتوا على إيه أنا كنت عارف أن انتوا بدأتوا تحطوا في جايدلاينز ايجيبشان جايدلاينز ودي حاجة كويسة فمن ضمن الأسئلة اللي أنا متشوق لها دلوقتي السؤال جالنا عن واحد باعت والدته خمسين كيلو خمسين سنة تعاني من مرض السكر وزنها تسعين كيلو هنا الحتة دي هي عنوانها هلا تتعمل ولا ما تعملش هتستفيد ولا مش هتستفيد الجايدلاين اللي انتوا اتفقتوا على أو بدأتوا تتفقوا عليها وترسموا خارطة الطريق بتقول إيه خلينا بس خلينا ناخدها من الإفسو المنظمة اللي طبعا الرئيسية بتاعتنا يعني الفيدراليات دولية لجراحات السمنة والسكر يمكن جام اظن من 3-4 سنين في مدريد كان انو الوازن مش لازم يبقى يعني السمنة مفرطة عشان تعمل عملية طب ممكن ديبقى كتل جسمك 30 سكر غير منتظم تعمل عملية يعني دي تستفيد جدا جدا من السكر وخصوصا في السن ده السن ده السكر فيه بيبقى قاتل فعلا دي حقيقة السن الخمسينات ده وتلاقي السكر في السماء ست ايه هو الشكل كده بتلاقي الشبكية بتردت تحصل فيها مشاكل وتلاقي بتردت تعمل بقى عمليات وتردت اكتر السكر مرض ديوريشن في الاساس مش سيفيرتي تراكومي اه ديوريشن يعني كلما الوقت طول كلما الخطورة زادت الكيلة ابتدت وظيفة تعلها وبتدت الاطراف وتلاقي الحركة اصلا قليلة وتلاقي مش حسها اصلا باطرافها طبعا تستفيد جدا الجايدلاينز كلها بتقول ان انت الوقت لو انت كتلت جسمك يعني وزنك على طولك مرضي مش 30 كيلو يعني لانت ممكن تكون ب15-20 كيلو زيادة ووزنك الطبيعي تعمل عملية هو مش العملية مش هد يعني حتى في الوزن القليل هي مش هتضر بس احنا احنا طبيا العرف بيقول ان احنا دلوقتي دي عملية تسمنا في الاصل مهما تكبر حجم المعدة وتقلل سوء الامتصاص او يعني الجزء المعزون من الامعاء تعديلا للسكر يعني انت مش لازم تعمل على مترين تعمل على 150 سنطين الباوتش مش لازم تكون صغيرة ممكن تكبرها شوية تبقى لاكس فبالرغم من ذلك من التعديل فالناس حتى اللي عندهم وزن بس يعني مش كبير هيخص اكتر واتحس ان هو نحيل وتعبان لكن اللي هو عنده 15-20 كيلو هم دول على قد اللي هي الميتابوليك سيرجري او الجراحات السكر وجراحات السكر مش من ضمن الجراحات الحديثة على فكرة ولا حاجة ده ها دي من منظومة الجراحات هي دي اصلا جراحة سمنة وسكر يعني الفيدرالية الدولية لجراحات سمنة وسكر الجامعة المصريية لجراحات سمنة وسكر برضو او يعني كل الفيدراليات أو كل المؤسسات أو كل السايتس كلها يعني جراحات السكر هي من ضمن الجراحات المتعرف عليها دولياً وفي كل العالم هي ليست حديثة حديثة اليوم يعني لا دي بس يعني يمكن محتاجين بس ننمي الفكر ده عند كل المرضى وكل أطباء البطنة اللي هم بيعالجوا السكر يعني يمزفت أنا يعني يعني لا هو أنا بعترفش أنا بتهيقلي إنه ما فيش دكتور بطنة فيه موجود تصد أنا فجأت في الحياة دي أنا فجأت يعني هقولك على حاجة أنا زهلت المعلومة مش موجودة لا ممكن تكون مش موجودة أو ممكن هو بينكرها بشكل هستيري أنا معرفش بينكرها ليه هو عنده اعتقاد إنه مش هيشتغل على حالات السكر أنا مش فاهم بكلم ببطالة الصلاح بس فيه نسبة كبيرة جدا أنا بحبهم جدا والله فعلا أنا ده حقيقة والله فيه ريفيرل يعني كثير جدا من دكاترة السكر الحالات المستعصية في السكر بيبعتها لنا عمليات تحول المصار ويرجع سكرها مظبوط اللي يتوقف على لك تماما هو ده عارف الوضع وعلى فكرة فيه دكاترة هم نفسهم عاملين عمليات أنا عمليات يعني أنا بحب دكاترة عمليات هم نفسهم لأنهم مفاهمين وبرايحونة يعني لأنهم عارفين المعلومة كدكاترة السكر هو بقى نفسه لما يعمل العملية ويقوم من العينين بتوع ده تلاقي ما ينفعش نختلف الآن على أنه السكر من نوع الثاني مع وجود سمنة وسكر من نوع الأول مع وجود سمنة أو زي ما احنا قلنا في الجايدلاينز الحديثة اللي هو قرب من البيزل متابولي كريت من البي ام اي بي ام اي اقل من 35 يعني ممكن تعمل عند 30 سكر غير منتظم اعمل عمليات ده دي معنى عملها حلال وحدها شكرا شكرا نورته أفدعت شكرا كالعادة الحوار معك متعة خالصة شكرا جدا فيه كشف أولا النقاط العلمية المهمة جدا ربط بين السيتيويشن البطنية مثل تأخر إنجاب مثل تكاوس المضايب مثل السكر مثل الضغط وحالات السمنة وايضا تفاصيل الجراحية هتلاقوها دايما في حوارتنا مع ضيف العزيز الاسم المتميز للغاية لأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة ومناظر بكلية طب جماعة عن شمس والمديد لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل وزميل كليات الجراحين الملكية الإنجليزية والأمريكية نورت شكرا وعدعت كالعادة الدكتور هيبقى الحوار مستمر ولكن زي ما أنا بقول دايما بصوت المريض ومن غرفة الجراحات وهذا أمر نتمنى أن نراه كثيرا جدا لأنه بينئلنا إلى زي ما بيقوله من الناحية النظرية والشرح النظري إلى الحوار العملي إلى غرفة العمليات خليكوا دايما مع ضكتور أنا اسمي دينا وزني 116 سني 21 سنة كنت بانوانا صغيرة مليانة أصلا بس كنت بزيد وبادخن وكده في آخر فترة كنت تعبنة جدا من شكلي فجأة زيت جدا بعد ما أعدت من الجامعة أخذت الأجازة بقى وكن عندي فراغ للأكل وما مش باش تتغل فكان وزني زيت جدا وحالة النفسية تعبت بقى وبابا حتى لاحظ دا هو مامتي ما كنتش بنزل بنزلش خالص ولا بروحه بيجي فبابا كان بيشجعني إن أنا أجي أعمل العملية دي كنت قابلة العملية 116 كيلو ودلوقتي بقى 92 الفترة ما بدأ العملية كان 24 كيلو اللي أنا خاصتهم دول كان في ثلاث شهور واختلف معي الموضوع في الخروج نفسيتي مكنتش بخرج من البيت أساسا دلوقتي بقيت بخرج لبسي كل ما ألبس حاجة كانت قديمة عندي ما بعرفش ألبسها بسبب وزني أو شكلي فيها ما كانش حلو دلوقتي بقيت أعرف ألبسها وببقى مبسوطة قوي قوي قدام نفسي قدام مرايا لو أنك عايزت بأحسن وتقفوا قدام مرايا ومبسوطة بنفسك لازم تعملي ده ولازم تاخد الكرار ده والأي حد عايزة من عملية ما تخافش ولازم تيجي ولازم تاخد الكرار ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر